ولا تظن انك انت بتكلم على المفتي ونحن نسكتولك يا قليل الادب والله يا راس لمرأسك يا عباني واو مني انتصارا لله وللمفتي لان الدفاع عن العلماء الربانيين والدفاع عن المؤسسات الشرعية اللي كنا محرومين منها ايام القدافي انت بش اللي درتوه ايام حفتر انا اتحداك انك انت تطلع لي وثيقة واحدة ايام حفتر اللي محمود عبدالعزيز كل يوم يطلع ونحرضوا ونخدموا ويعلم الله ش اللي درناه توجيه واحد للخطبة انه يتكلموا علي حفتر البارود يدق في مشروع الهبة وانتم تتكلموا عن حيض والنفاس والطلاق وبر الوالدين ولا تحسبون سنة خدلانكم لينا في الحرب على طرابلس جاي اليوم يا قاصدا جبلا اشمل لتتلمه اشفق على الراسي لا تشفق على الجبلي اليوم جاي تنال وتحقق رغبات العدو علي انت اولم تعلم يهمني انت شن كتبت النواية يعلم بها الله عز وجل انا يهمني انت شن قلت النواية تسأل عنها يوم القيامة يهمني انت شن الفعل اللي درت على الارض جاي تنال من دار الافتاء وعلماء دار الافتاء وعلى رأسهم امام المالكية الشيخ صادق الغرياني يا رويبضة يا جاهل يا متخلف ياللي متعرفش كوعك من بوعك واني متعرفش شروط الصحة من شروط الوجوب والمقالات كلها يكتبولك فيها والله على الهواء مباشرة واني مستعد امام ستة مليون ليبي تخش معايا اني وانحاورك بملدية او مش اناي مش لا تدعي تشوف في اناي زوالي وفي تخصي هذا صاجع ليك اللي جاري يعني والله العديم والله العديم لو يديرك شني ماكفهم ربعة اللي جاري يعني في تخصي لكن اناي بنناقشك في الدين اللي هو ديني ودينك اللي انت اللي اناي يوم سويلت قلت لهم مثلي لا يقيم الشيخ الصادق لما سويلت في على بياض ويلة هدي الساعة اني مسلم مقلد مقلد اني مسلم مقلد لعلمانا واسأل الله ان يحشرنا معهم واني اندافع عليهم واخرج في الاعلام دفاعا عنهم والقم مثلك وغيرك حجر لما يتطاول عليهم انتوا بشغبتوا على الناس بهذه الطريقة ليش متخفوش الله عز وجل اشتركوا في القناة